السلام عليكم ومساء الخير اشخباركم امركم هانية كنتمنى تكونوا كلكم باخر وعلى خير وبيئة مصطحة فيديو جديد سوف نشارك معكم اقتراحات القوتي وعشا بديل الحريرة او الحريرة الكتابة بصراحة تجيب نينا وصحية مع ليميني بيتزا وبيتزا واحدة كبيرة من عازينة واحدة بصراحة شهوة الديدة وديل هذا البرد ونبدأ بالصلاة والسلام على نبينا عليه افضل الصلاة والسلام كيف ترون معي الخضيرة كيف سوف نجده ان شاء الله الشربة وهنا هي وجدت الفروماج جبتهم للمجميد البلاستيكة فيها المطيسة اللي كان نجدها ونوضعها في المجميد وقت ما بغيت نصوب البيتزا او الليبار بصراحة تسهل علي المأموريام اللي كان نجدها من قبل وهنا كيف مما تشوفوا معي عندي ثلاثة ديال الكؤوس ديال الطحين الابيض وكأس ونصف ديال الطحين الفينو خلّبتهم ونضيف مع القا صغيرة ونصف ديال الملح ومعلقة صغيرة ونصف ديال سكر سانيدة وكننخلط وعندي واحد اربعة ديال المعلق ديال زيت زيتون كنضيفهم ومعلقة ديال الخميرة المعجونة معلقة كبيرة وعندي واحد المعلقة ديال الزعتر كننسم به العجين ديال البيتزا صافي وعندي جوج ديال الكيسان ديال المأدافي غنعجن بيهم وكيبقى على حسب الخالط بصراحة اللي ما امرها ما صيبت البيتزا او لما كتنجحش لها لابات ديال البيتزا غير تجرب هاد العجينة بصراحة كتدير طبا وكتدير رائعة وسهلة ومهم كنعجل العجينة ديالي غير مرخوفة وغيرتشوف معي القاوام هذا هو القاوام ديال العجين ما كتحتاجت عجين بزد و بالنسبة للماء العجين خضها من جوج ديال كيسان الى ربع صافي قطيتها وخليتها تخمر وهناي الخضيرة اللي وجدت باش نوجد بها الشوربة واحد جوج ديال الحباد ديال خيزو كنقطع همومة اللولين وغنقطع اللفت الخضر اللي ما كيطيبوش ضغية اللي كنقطع اللي تحت في الكوكوت وعندي واحد جوج ديال البطاطات وطريف ديال القريعة حمراء بقالية نيت من الجمعة فهذا روتين العشية ديال السبت واحد من صيص ديال القريعة خضره هي اللي بقى عندي صافي زيتها تهي واحد البصيلة خضره وثلاثة دلماطيشات ديال الشوربة المهم كنقطع الخضرات ديال كلهم عشوائي كيف مما كتشوفوا او كنقطع مطيشة على 4 صافي غنزيد الماء الجهد فشغة طبلية الخضيرة صافي نصدع ونخليها تقريبا بين 10 دقيق حتى الربوع ساعة كتكون طابت ووزت شوية ديال الملح صافي وكنصد الكوكوط صافي خليت الخضيرة تسلق ورجعت معاكم فانا كنت مغطية العزينة بواحد طبصيل وحطيت المقراش فيه الماء طايب ضغية خمرات ذاك سيفة ووزت الخضيرة وحطيتها الطيب اهني رجعت معاكم وخرجت الهواء من العازين وغن ناخد واحد طولوت ديال العازين نخليه في البول وناخد طولوتين العازين نشكل به كورات صغار ليميني بيتزا ونهي كندهن بشوية ديال زيت نباتية ديال سطح العامل اخدي طولوتين العازين وغنبدأ نقسمه على جوج وننصف غنخرج منه وستة ديال كورات ديال العازين صافي كان ناخد لطة ديال الفران بشوية ديال زيت نباتية وكان وضع الكورات اشتركوا في القناة وكيف ما شفتو معايا بعد مسكلة طماش الكورة من العازين اللي كان عندي صافي وضعتهم في اللطة ديال الفرن وبدأت كان بالصب كيف ما كتشوفو غير بصباعي ليميني بيتزا دهنتي ديال زيت نباتية صافي وبقيت كان شكل ليميني بيتزا بهذا الشكل طريقة سهلة كيف مما شفتو كان بسط بصباعي من الوسط حتى نخليه واحد شوية من الجناب صافي بعد مشكلتهم كاملين فلط الخراف فيها ورقة طبخ اللي كنت انا يمس تعمله هيد من قبل مهين بقي زوين ووضعت فوق منو وهناي عندي الصلصة دي الماطيشة اللي قلت لكم كانت عندي في الموجام ميد استعليها واحد شوية دي لزيت زيتون صافي وبدت كان وضعها بالمعلقة فوق ليميني ببيتزا وكنسرحها وعندي الفلفلة مقطعة احمراء ممكن تديروا اي فلفلة كانت عندكم والزيتون مقطع والفروماج محكوك المودزاريلا والاحمر صافي بعد موضعت السلصة دي الماطيشة كنضيف الزيتون والفلفلة وغنزيد الفروماج وعندي واحد العلبة ديال الطل صفيت منها الزيت صافي تقريبا علبة وحدة ديال الطن كفعتني لفلي ميني ببيتزا ولا في البيتزا الكبيرة بيتزا اقتصادية وكتجيل ديضا وكتعجب الوليدات وهناي كملت هاد ليميني ببيتزا صافي غنكملهم كاملين بنفس الطريقة فانا سخمت الفران من قبل صافي غندخل ليميني ببيتزا يطيبوا من الفوق حتي تتحمروا من التحت وردهم يتحمروا من على الوجه ديالهم وكننخرجهم هاني كملت الاخرين هنا هي بقالية البيتزا الكبيرة فانا وريدكم العلبة ديال الطن اللي خدمت بيها صافي كنبدأ نبسط غير بيد ديال بصباعي بعدما دهنتي ديال بالزيت طريقة سهلة وواضحة في الفيديو صافي كنسرحها مزيان كنرققها ما كنحتاج انني انتكها قعب الشوكة حيث ما كنتتنفخش بزاف كتجيهية هادك وبعدما سرحتها مزيان صافي كناخد لصوص ديال المطيشة وكندهل الوجه ديالها كامل صافي بحل يميني بيتزا غنزيد الفلفلة والزيتون مقطع والطن ونزيد الفروماج فالطريقة تحضير لصوص ديال المطيشة ديال البيتزا كنت وجدتها معكم في واحد الفيديو قبل من الرمدان اللي بغتشوف طريقة ترجع الفيديو فانا من لي كن مسالية كنوجدتها من حاجة وكنطرفها في المجميد وكتنفع فهي موجودة عندي هذا كشي ليش متشركتها معاكم بصراحة المكونات بسيطة بيتزات اقتصاديين وكي يجيوا لداد بزاف ما تقنعوش منهم وهناي الخضيرة ديال الشوربة فانا كنت طفيت عليها حتى كملت التشكيل ديالي ميني بيتزا والبيتزا الاخرى اعدى ببديت كنطحن بالميكسور بعد مما طحنت الشوربة ديالي رضيتها لفوق النار هي كتطيب وده بغى نزيد واحد طبي صيلة ديال الشعرية من الحجم المتوسط ونزيد شوية ديال زيت نباتية وما تنسونيش خواتاتي مويماتي الزوينات والفنات من واحد لايك واشتراك وبرتاج للفيديو وتعليق فتعليقكم كتفرحني وشكرا لكم على التعليق ديالكم الزوينة الله يجازيكم بالخير ولكن اول مرة كتشوفوا قناتي فما تنسوش انكم تشجعوني وتخليوا لايك واشتراك باش توصلوا كل ما هو جديد في القناة وهنا نزيد الكرافوس كان عندي في المجمد وشوية ديال قصبور مقطع بصراحة الريحة ديال الحريرة نيت وهي غير شربة ديال الخضر ولكن كتجيب نينة بزاف وصخونة في هاد البرد وكنزيد واحد المعلقة ديال مطيشة دلحك او الطماطم المصبرة صافي كنحركها وإلى كانت خاطرة كنزيد نجريها بالماء على حسب الرغبة صافي نخليها تقريبا غير كالطيب الشعرية كتكون صافي وجدات الشربة وهنا هي صافي وجدات بصراحة كتجي لديدة وكنبدأ نقدمها في زليفات توجدها بصحة و الراحة بصراحة سخونة و الديدة هذا هو الشكل ديالها وبصراحة وجدت قوتي يوعشة في مرة واحدة العشية ديال السبت فأنا دخلت مع ثلاثة ديال العشية للكوزينة صافي الخمزة خرجت ولدي لديدة والجردة كنت وجدت قريبا و كلينة منهم عاد خرجنا والباقي كملنا عليه في العشة فمتعك ذوش ضغية كي وجدو وكي يجي والداد فجربوهم فهما سهوة ديال هاد البرد وكنتمنى نكون خفيفة ضريفة على قلبكم وتكونوا استفدتوا معي في هاد الفيديو هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني بيتزا بصراحة كيجي وخفاف ورطبين والداد وهنا البيتزا الأخرى الكبيرة سنقطعها بالقطعة ديال البيتزا بصراحة ريحتها كتشهي والريحة ديال الشربة بحل ديال الحريرة هانتو ما كدجي خفيفة ورطبا وهذا هو الشكل النهائي ديال الشهيوات اللي وجدت معاكم بصراحة كيجي والداد اللهم ادمها علينا نعمة وحفظها من الزوال واللي كدتو حمو شهيتها تسمح لي كنتمنا لوصفات ديال اليوم ينالوا اعجابكم وتجربوهم وتردو عليها والفيديو ديالنا كيوصل للنهاية دياله والشربة نوريكم القوام ديالها بصراحة كيجيب نينا وده بك نقول لكم تهلا وفريوسكم وفي الصحيحة ديالكم الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة